اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في برج العذراء له موعد بث الحلقة مساء يوم الجمعة القمر موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وعشر دقائق من مساء اليوم السب لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ذروتها مساء اليوم الجمعة وتأثيراتها لغاية صباح اليوم السب طبعا أول زاوية هي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها ساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني بعد بث الحلقة تقريبا 24 دقيقة تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الصباح هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها ساعة 17 و 12 دقيقة من مساء اليوم الجمعة برضو تأثيراتها من الآن لغاية ساعات الصباح يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة 7 و 12 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 و 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء برضو اليوم الجمعة لا يستقر القمر بعديها في برج المزاء الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 7 و 48 دقيقة مساء خلص القمر بنتقل وباستقر في برج الميزان عشان هيك بتصير هاي الفترة أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر ومن ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في فترة يعني هاي الفترة ممكن ننجح فيها بأعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي رح تكون بدايتها اليوم اللي هو 17 الشهر ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 26-12 ذروتها يوم 22-12 الساعة 12 وخمسين دقيقة فجرا يعني بعد منتصف الليل بخمسين دقيقة هاي زاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه من ميل العيش دون مستوانة وبرضو منبذر أموالنا أهم شيء بالفترة هاي نتجنب أي شيء له علاقة بالقمار والمراهنات والمضاربات المالية ممكن نتعرض لبعض المشاكل مع السلطات أو العدالة بسبب الأمور المالية وعادة هذا الاتصال بيسبب مغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل مشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية يوم 18-12 تجعل بعض الأشخاص يعني يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع إن كان أحلام أو وسواس أو شك أو غيري أو هاي الأمور برضو بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو أمور إلها علاقة بالبحر بالأمطار بالعواصف إلها علاقة بالأمور السائلة وبرضو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة لحكومة ما أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفانات وربما بيكون هناك نوع من أنواع تسرب الغاز أو حوادث تسمم جماعية وكذلك ارتفاع في أسعار النفط بالفترة هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 17-12 اللي هو اليوم آخر يوم لإلها هاي زاوية بتحسن من قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم مع القمر وفي عندنا زاوية أيضا بطيئة أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها ساعة وحدة و 27 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعة الفجر ولغاية ساعة المساء أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها ساعة و 43 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر طبعا هي تأثيراتها من ساعات تقريبا ما قبل الظهر وبتستمر لغاية ما بعد منتصف الليل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين عطارد وبين أورانوس طبعا اليوم ذروتها وهي مستمر تأثيرها لغاية يوم 19-12 مننشط فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت بتعزز برضو قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكلا والحالب والمثانة البولية لاورد الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا ولكن عمليات التجميل ما بنصح فيها وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالحقن أو أي شيء له علاقة بالجلد عشان هيك برضو لا يصلح هذا اليوم لعزالة الشعر الزائد بالليزر مثلا يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الميزان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 18-12 بيبدأ في تمام الساعة 10 و35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى يوم الاثنين الساعة 33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ليستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 11 و28 دقيقة مساء بصير عمره 25 يوم نسبة الإضاءة 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 الآن هي منتحسة بنسبة 50% بعد منتصف الليل بتصير منتحسة بنسبة 25% القمر في الحذرة وبدو ينتقل الميزان زي ما ذكرنا ورح يضل في الميزان لغاية يوم 19-12 ولان سعيد بنسبة 60% بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% أما في ساعات المساء فبيرجع سعيد بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجدي حتى يوم 3-1 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني ولكن القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك ما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحذروا من الحوادث والأعداء لأنهم في هاي الفترة بصيروا يعني موجودين بالساحة عندك وطاقتك ضعيفة فأي قرار أو انفعال رح يتسجل ضدك برج الثور انجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبرضو اليوم تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر لأن القمر موجود في بيت العمل وبيت الصحة عشان هيك بيركز على الأمرين هدول من المستحسن التبكير لعملك والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر عندك النشاطات وربما بعض موليد برج الثور يشعروا بالتعب برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة يعني فترة إيجابية ولكن ما تفرد سلطتك على الأحبة وبرضو ممكن يكون في قلق على أحد الأبناء برج السرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون الجنب وتوبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات بتحمي حقوقكم أهم شيء أنك ما تفرض رأيك لأنها هاي فترة زي ما حكينا البيت الرابع يعني تركيزها على البيت أكثر شيء ولكن اليوم بعض موليد برج السرطان بيهتموا بمسائل العلاقة بالسفر أو الاستثمار بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان اليوم بتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران وبتكثر النشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك اليوم لأجواء إيجابية ولكن دون انفعال ودون عصبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين على الأمور المالية بشكل كبير من المصاريف والتبذير والبذخ والمطالبات منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء أنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب لا تبالغوا بمصاريبكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية خلال هذا اليوم برج الميزان بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود برضو ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبتنجعوا بدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح بشكل كبير وبتشتد عزيمتكم وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل لأن القمر استقر في بيت المتاعب فعشان هيك بدكوا تخلدوا للراحة حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد تعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء ابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس ابتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بإمكانكوا تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه اليوم تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء إنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجديد يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم لتتسلط عليكم الأضواء ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء إنه ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم حاولوا أن تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع الفترة هفئها فيها بعض القلق والتوتر برج الدلو ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع مثلاً ولكن راح تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك ثقتك بنفسك عالية أهمش إنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر تعتبر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وأيضاً بعض مواليد برج الدلو ممكن يهتموا يا في أجانب يا في أشخاص خارج البلاد يا مواضيع سفر برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوباً معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة أو أعذار ممكن تظهر بعض المغامرات المالية على الساحة حاول أنك تبعد عنها أو تناقشها يعني مع أهل الاختصاص عشان ما تورط بمشاكل مالية وبرضو ما تغابر بمصاريفك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء